تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق مملكة البحرين بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه فقد قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف وسعادة النائب عمار البناء ممثل الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة بجولة في شارعي 3828 و3824 للتعرف على احتياجات المنطقة وأكد سعادة الوزير بأن الوزارة قد انتهت من تنفيذ أعمال المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع تطوير طرق العدلية مجمع 328 في محافظة العاصمة ضمن برنامج تطوير الطرق في المناطق السياحية والاستثمارية والذي يخدم العديد من المحلات التجارية كون المنطقة تعد من المناطق الحيوية في مملكة البحرين كما شملت الزيارة التفقدية جولة في حديقة أم الحصم مجمع 335 طريق 3305 وموقع ممشى سيف أم الحصم في مجمع 373 الذي سيبدأ تنفيذه قريبا وقد تم طرح مناقصة التنفيذ على أن تتم ترسيتها قريبا تمهيدا لبدء عمال الإنشاء الاطلاع عن كثب والتفقد احتياجات المناطق والمشاريع التنموية فيها هو المنطلق الذي بدأت منه وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بزيارات ميدانية ضمن مجموعة من الزيارات في مختلف مناطق المملكة بتوجيهات سامية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء شملت الجولة في هذا اليوم عدة مناطق في محافظة العاصمة كان من أولها ممشى أم الحصم وهذا مشروع ترفيهي إلى مرتادي هذه المنطقة وتشجيع الرياضة المشي وهذا هو أيضا مكان ترفيهي إلى العوائل والمشروع إن شاء الله سوف يحتوي على استراحات وعلى ممشى وهذا هو أيضا الألعاب الرياضية في هذه المنطقة وأيضا شملت الجولة زيارة حديقة أم الحصم وهذه الحديقة تجتمل على بعض الملاعب وأماكن استراحات للعوائل واللعب الأطفال لإثراء الجو العائلي في المنطقة ومكان لتجمع العوائل والأخوة المواطنين أيضا شملت الجولة مجمع 338 وهو كما هو معروف هو مكان سياحي ويحتوي على الكثير من المطاعم والأمور الترفيهية خطة الوزارة هو الارتقاء في مستوى الخدمات ومستوى الصيانة وإعادة تأهيل الشوارع في هذه المنطقة وأيضا توفير مواقف للسيارات لتشجيع لرفع مستوى الخدمة في هذه المنطقة وأيضا بعض الاستملاكات في هذه المنطقة لتوفير مواقف إضافية للسيارات وأيضا لخدمة حركة المرور في المنطقة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف وسعادة النائب عمار البنائي زارا عددا من المناطق في أم الحصم منطقة سيف أم الحصم وشارعي 3828 و3824 ومنطقة مجمع 338 في العدلية للتعرف على الاهتياجات والمتطلبات لتنفيذها خلال المرحلة القادمة نشاهد اليوم من خلال الزيارة التي كانت من خلال وزير الأشغال والبلديات معنا كسلطة تجريعية في محافظة العاصمة بتوجيهات من سيدي ولي الأهد للوقوف على احتياجات هذه المناطق والوقوف على احتياجات المواطنين اليوم في الدائرة الرابعة في محافظة العاصمة بترين بزيارة ووضع الأسس لإفتتاح ممشى سيف أم الحصم واللي هو رايح يخدم المنطقة من خلال هذا الممشى الجميل بإذن الله تعالى اللي ننتظر في خلال ثلاثة أربع شهور القادمة أنه يكون جاهز بعدها كنا في منطقة أم الحصم في حديقة أم الحصم مجمع 335 أيضا إعادة تطوير كامل للحديقة في المنطقة ومن ثم الآن نحن نتواجد في مجمع 338 بالعدلية وهذه المنطقة اللي يمكن تستقطب السواح من كل دول العالم وأصبحت هي علامة بارزة في منطقة العدلية شهدنا استملاك بعض الطرق والأراضي في المنطقة وأيضا إعادة تأهيل بعض الشوارع وهذه كلها يصب في مصلحة الوطن والمواطن تكمن أهمية هذه الزيارة في منح الوزارة والمسؤولين فيها فرصة سانحة للتعرف على الاهتياجات وتقييمها ووضع الخطط المناسبة لتلبيتها وفق استراتيجية وطنية شاملة تضع المواطن دائما محور التنمية والتقدم فيها بتوجيهات من سيد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزارة جاءت هذه الزيارة إلى جانب عدد من الزيارات الميدانية في مختلف محافظات المملكة بهدف الاطلاع على المشاريع التنموية وإصلاح الشوارع وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات المملكة ومنها هذه المناطق الحيوية في قلب العاصمة المنامة وتحديدا في منطقة العدلية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر